عندما زار رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري بعبدة في 12 تشرين الأول 2020 لإبلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة قال كثيراً عن حكومة الاختصاصيين والمبادرة الفرنسية وإنقاذ لبنان لكنه في 22 تشرين الأول ضمن ورقة التكليف ولو بعدد هزيل من الأصوات وبغياب ثقة أكبر الكتل وتلك الوازنة في ذلك اليوم وعد الحريري أنه سينكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت داهم والفرصة أمام لبنان هي الوحيدة والأخيرة لكن ومنذ 22 تشرين الأول والحريري يجمع في أرشيف لقاءاته عدد زيارات إلى القصر الجمهوري من دون حكومة حتى الآن على بعد ما يقارب ثلاثة أشهر على التكليف ومع أعداد اللقاءات تصريحات محدودة تميز بعضها بفائد إيجابية تبين بعدها خواؤها التام لبل عدم صحتها الثابت الوحيد أن الحريري سجن نفسه في الشروط التي فرضها على مصطفى أديب والتي أدت إلى تطير فرصة الرجل بالتأليف وأسر نفسه بالوعود التي قطعها على عدد من الكتل لمصلحة بأصواتها للتكليف كما بالاستنسابية فما رآه الحريري حقا للبعض برفض المداورة والتمسك بتسمية الوزراء اعتبره تجاوزا دستوريا لفريق آخر ذهب الحريري إلى تحديد مهلة زمنية حتى وفي اللقاء ما قبل الأخير قال بحكومة قبل عيد الميلاد قبل أن يفضح بنفسه وفي أقل من 24 ساعة إيجابيته المزيفة اللقاءات ستكون متتالية إن شاء الله حتى نقدر نطلع بصيرة قبل الميلاد لحظة تأمل يجب علينا أنه كلنا نقوم فيها لأنه بعد راس سنة يجب أن يكون في حكومة كل ذلك بعدما حمل الحريري في تسعة كانون الأول تشكيلته إلى بعبدة من دون معيار واحد للتشكيل وبعيدا عن احترام الدستور وتسلم تصورا للحل من الرئيس عون وإن سوقه الحريري تشكيلة ثانية لكنه يبقى تصورا يؤمن حل الأزمة الحكومية من خلال وحدة المعايير والتوزيع الطائفي العادل للحقائب ترك الحريري لبنان على أساس أنها رحلة عطلته العائلية لكنه قبل الاطمئنان على العائلة حط في الإمارات وانتظر فيها موعدا من السعودية لكنه لم يحصل على إذن دخوله السياسي إلى هناك كما أكدت معلومات الأوتي في قبل أيام وبعد فرنسا كانت المفاجأة محطة تركيا على هذه الزيارة نسجت أخبار كثيرة أن رجل في مهمة سرية لتقريب وجهات النظر بين تركيا والسعودية والإمارات وحتى تحسين العلاقة بين تركيا وفرنسا هو نفسه الرجل الذي احتجز في السعودية عام 2017 وحركت لإطلاقه عواصم أوروبية بعد رفض رئيس الجمهورية لاستقالته من خارج لبنان هو نفسه مكلف ملف ترتيب العلاقة بين الدولة المحتجزة وتركيا وإن كان الرأي في الداخل التركي لا يلتق مع بعض الأخبار أو الخبريات وهذا WHERE نظرة حدد خارج مس分ة ضف عدنا كل كرنارجية هذه겼ة جميلから من خبريات تركيا وية العلاج take小 من خهم أخبر هذه رفض رائعة تركيم crossed الجمالة التي تركيا الشيطة بد원이 لمصر وهذا Elias مليون alrightاً تمثي تركيا في الداخل التركي إذن ثمت ما يتهم الحرير بإثراء بمليارات الدولارات على حساب إفلاس شركة اتصالات تركية وقضايا مماثلة واجهها الرجل في السعودية فقضية سعود أوجي ليست من التاريخ بعد وهو الرجل نفسه الذي ائتمنه عدد من الكتل النيابية لتنفيذ الإصلاحات وأخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية على رغم دعوة الرئيس عون إلى حسن التكليف لضمان حسن تأليف يخرج لبنان من مأزقه اليوم مطلوب مني أن أكلف ثم أشارك في التأليف عملا بأحكام الدستور فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامل الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب وأمل أن تفكروا جيدا بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدولية حتى الآن لا التزام حريريا على ما يبدو إلا بتضيع مزيد من الوقت فيما الوقت هو الأثمن للبنان فهو لا يبدو جاهزا في الأساس لتشكيل نفق المعايير الدستورية الصحيحة ولا لتخطي مخاوثه من العقوبات ولا يبدو الحرير قادرا على تجاوز وعود قطعها من صحن الآخرين كما لا يبدو جاهزا لخوض معركة الإصلاح التي تنطلق من التطقيق الجنائي ربما تكون أولوية الحرير الالتزامات الإقليمية والدولية وإذا صح دوره وسيطا في حل الأزمات بين دول المنطقة يبقى السؤال الأساس من يحل أزمة لبنان؟ ترجمة نانسي قنقر